السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ايوا الاحباب الكرام حديثنا اليوم عن المعية الالهية لأهل البلاء المعية الالهية ان الله معك خصوصا لمن يعودون المرضى او يساعدون المحتاجين الجائعين والعطشانين جاء في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام مسلم النيسابوري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن ادم مردت فلم تعدني قال يا رب كيف اعوذك وانت رب العالمين قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف اعوذك وانت رب العالمين قال اما علمت انه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف اسقيك وانت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه اما انك لو سقيته وجدت ذلك عندي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث قدسي مبارك يبين فيه ربنا عز وجل مشهد من مشاهد يوم القيامة وحال من احوال البعث والنشور خصوصا ما يجري من كلام بين الله تعالى خالق الارض والسماوات وبين عباده ساعة الحساب لا اله الا الله هل تعلمون اي الاحب الكرام ان الله تعالى سوف يكلم كل واحد منا كلاما خاصا طويلا وعريضا هل هيئة نفسك لهذا اللقاء وكيف سوف يكون كلام الله معك هل سيكون بالعتاب هل سيكون بالحساب ام سيكون كلام الله معك بالثناء وبالمدح وبالفخر والاعتزاز المقصود من هذا الحديث هو تذكير المؤمنين والمؤمنات وتنبيه الغافلين والغافلات وتحذير المقصرين والمقصرات في اداء الحقوق لاخوانهم في هذه الدنيا لا شك ان ذلك اللقاء مع الله سبحانه وتعالى كل من ادى الحقوق والوجيبات للمسلمين كزيارة المريض واطعام المسكين ونصرة المظلوم سيكون ذلك اليوم يوم عزة يوم فخار يوم فرح وسرور ونصر يوم الجائزة يوم الفوز لكن من ضيع هذه الحقوق حقوق المريض وحقوق المسكين وحقوق المظلوم سيكون عليه حسرة لانه اعرض عن اداء ما عليه من حقوق فتعالوا بنا ايها الاحب الكرام نتأمل في مضامين هذا الحديث النبوي الشريف ربنا عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مردت فلم تعدني المقصود ان الله تعالى اراد به مرض العبد وانما اضاف ذلك الى نفسه تشريفا لذلك العبد لان قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين اي المرض انما يكون للبشر للانسان المريض العاجز الناقص اما انت رب العالمين فانت القوي انت القاهر فوق عبادك انت الملك انت مالك الملوك كيف لان اعودك يا رب ما يمكن العقل لا يقبل ان الله يمرد ولكن الله تعالى اضاف ذلك لنفسه تشريفا للعبد المريض فقال له اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده اما علمت انك لو عدته لو وجدتني عنده فالله رب العالمين يستحيل عليه المرض لان المرض صفة نقص والله تعالى منزه عن كل نقص فالمراد بالمرد مرض العبد الله سبحانه وتعالى مع هذا العبد المدتر المريض الذي هو بحاجة الى الشفاء وهذا ما يسمى بالمعية الله معك ايها المريض ايها الشاعر بالألم وبالكرب والحرج هل تعلم ان الله معك الله تعالى عند هذا المريض ومعه يحفظه بحفظه ويكلأه بلطفه فتسور انك ايها المسلم اذا اعدت اخاك المريض ستجد بان الله عنده لما تدخل اليه الى البيت او الى المستشفى ستجد الله تعالى معه هذا ما يسمى بالعندية والمعية الله عند المريض الله مع المريض طبعا هذه العندية والمعية ليست عندية الدات ولا معية الدات طبعا العلم قاله معه بعلمه وبرحمته وبنطفه ويشكر لعبده الذي عاد عبده المريض فيثيبه على ذلك يا سبحان الله يا لعظمة كرم الخالق عز وجل وعظم عطائه هل هناك حض وتشجيع على عيادة المريض كهذا التشجيع الله تعالى يقول للمقصرين في حق اخوانهم الذين اقعدهم المرض اما علمت لو انك عدته لو وجدتني عنده ما شاء الله وجود يليق بعظمة الله وكماله وجود تكريم ووجود بركة ويكون الدعاء المريض مقبول ورجاءه متحقق الله تعالى اول الزائرين لما يمرض الانسان وينتظر زيارة الاحباب اول الزائرين هو الله سبحانه وتعالى لانه احب احب للخلق اجمعين الله تعالى اول الزائرين ولن يكون سبحانه اول المغادرين ابدا فهو جلاله لا يغادر احباءه بل يلازمهم لانهم في معيته ومعلوم ان العبد في الرخاء يعيش مع النعمة لكنه في البلاء يعيش مع المنعم لا اله الا الله اذكر هذه الفكرة ايها الاحباب الكرام العبد في الرخاء اذا كان سليم معافى صحيح عنده المال وعنده الصحة وعنده الخير هذا يعيش في نعم الله لكنه في حال البلاء وفي حال الكرب والشدة انه يعيش مع المنعم سبحانه وتعالى يعيش مع الله جل علاه يعيش في قلبه وصدره ويعيش معه في بيته وفي محيطه حتى كان السلف الصالح من ابناء هذه الامة المكرمة كانوا يفرحون لما يصيبهم البلاء يقولون ذهبت عنا النعمة وحضر عندنا المنعم واذا رأوا اهل البلاء قالوا لهم ادعوا الله لنا فانتم معكم المنعم اما نحن فمنعنا النعمة سبحان الله المريض رغم ضعفه وعجزه وقلة حيلته يتميز على الاصحاء الذين لم يقع بهم بلاء في ان شفاعته عند الله مقبولة وصحبته مباركة وهداياه وعطاياهم ليست مقطوعة ولا ممنوعة المريض عنده الشفاعة الصحبة مباركة وحينما تزوره يعطيك الله تعالى من الخير ما الله به عليم سيدنا النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال بان المريض لما تتم زيارته يكلف الله تعالى سبعون الف ملك يصلون على الزائر تصور تصور هذه النعمة سبعون الف ملك يصلون على الزائر قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وهذا حديث صحيح رواه الإمام الترميدي فالمسلم في عيادته للمريض لا يجب أن يجد في نفسه تبرما أو تدجرا أو ثقلا وإنما ليعلم بأنه سوف يذهب عند المريض وعليه أن يشعر بالانتعاش الروحي وأنه مستمتع بهذه النعمة ويشعر بنشوة نفسية عامرة أنه سوف يلقى الله هناك وسوف يصلي عليه سبعون ألف ملك فالمريض يحس في ساعة الشدة والكرب أنه ليس وحده وأن عواطف المعيدين من حوله ودعواتهم تغمره وتخفف من بلواه هذه هي عدة المريض أيها الأحباب الكرام أرسق واعدها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها واجبا وحقا لكل مسلم ومسلمة وإن قصر في ذلك أو أغفل فهو آثم مفرط ثم يقول رب العزة في هذا المقام من مقامات يوم القيامة ومن مشاهد البعث والنشور يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول الله عز وجل أما علمت أنك لو استطعمت عبدي فلان لو وجدتني عنده لا إله إلا الله ما معنى يا ابن آدم استطعمتك أي طلبت منك الطعام طلبت منك الصدقة فلم تعطني شيء فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين والحال أنك يا رب أنت تطعم الخلق وأنت لا تطعم أنت غني وقوي وإنما العاجز هو الذي يحتاج للإنفاق لكن الله تعالى قل له لو أنك أطعمت عبدي فلان لو وجدتني عنده يعني تواب الإطعام سيعطيهك الله تعالى في الحال ونحن في زمن الكورونا عندنا عدة عوائل وعدة أسر تعاني من ظروف صعبة نتيجة الحجر الصحي ثلاثة أشهر متواصلة هناك عائلات وهناك أسر تعيش في ضواحي المدن وفي القرى وفي المدن العتيقة وفي أماكن مختلفة شتى لا تكد تجيد الطعام إن سألتها ما هي حقوق الإنسان قد قل لك لا أفكر في حقوق الإنسان أفكر فقط في حقوق البطن أريد قشرة خبز أريد شربة ماء هناك أناس يعيشون الفقر المدقع وعلينا جميعا أيها الأحباب الكرام أن ننتبه إلى هذه الحالة والغني منا يعطي لأخيه الضعيف ونحرص على أن نوسع العطاء على الآخرين حينما نعطي للآخرين ليس المعنى أننا نعطي حقيقة وإنما في الأصل نعطي لله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلب العبد المؤمن إذا وضع وضع مساعدة للفقير فكأنما يضعها في كف الرحمن قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة وقال بأن العبد حينما يضع الصدق في يد المسكين فإنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل فعلينا أيها الأحباب الكرام أن لا نتوقف في رمضان المكرم مغربنا العزيز شهد عملية تضامن وتكافل واسعة الكثير من الناس قاموا بأعمال جيدة الدولة قامت بمجهود جبار عن طريق صندوق تدبير جائحة كورونا وأعطت مساعدات لحوالي خمسة مليون أسرة كلها توصلت بمساعدات لكي تعيش وأهل الخير وجمعية المجتمع المدني وأهل الفضل قاموا بجهود كبيرة في توزيع قفة في رمضان وعمل خير على الجميع لكن لا ينبغي أن هذه المبادرات الحسنة تتوقف الآن ونحن ما زلنا نعاني من ويلات هذا المرض المخيف لهذا علينا أن نستمر في توزيع المعونات وتوزيع العطاءات وكل من كان جائعاً ولا يجد الطعام وكل من قال لك أطعمني اعلم بأن رب العزة يقول يا ابن آدم استطعمتك أي طلبت منك الطعام فلم تطعمني أما علمت أنك لو أطعمت فلان لو وجدتني عنده فعلينا أن نسرع في العطاء ثم يقول رب العزة يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني أي طلبت منك السقاء طلبت منك أن تروي عطشي فيقول العبد يوم القيام يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين أنت مربي الغير وأنت عندك الخير كله فكيف أسقيك فيقول رب عز وجل أما علمت أنك لو سقيت عبدي لو وجدت ذلك عندي الماء من أكبر النعم لا يعرف قيمته إلا من أصيب بالجفاف هناك أماكن بسبب الجفاف وندرة نزول الأمطار هناك جهات من بلادنا تعاني الجفاف الشديد ما عندها لا زراعة ولا فلاحة حتى البهائم عجفاء تحتاج إلى سقي الماء فهذه الفئات تحتاج إلى المساعدة وتحتاج إلى تقديم الدعم أذكروا يوما عانيت من العطش الشديد هل سبق لأحد منكم أيها الأحباب أن عانى من العطش الشديد الحمد لله الخير الله موجود وبلادنا المغرب بفضل سياسة السدود التي أرسى دعائمها الملك الراحل المشمول برحمة الله الحسن ثاني طيب الله تراه دل نوحة سياسة رائدة فصيرنا الحمد لله ننعم بالماء في كل وقت وحين بفضل سياسة السدود لكن هناك دول أخرى ما عندهم الماء أذكر مرة كنا في البقاع المقدسة وكنا في منا والجو حار ضجت حرارة أسد تقريبا إلى حوالي سبعة وأربعين إلى خمسين حرارة مفرطة كأنها نار والناس باكتداد حوالي ثلاث ملايين نسمة من العالم بأسره الهند والصين وأوروبا وإفريقيا والعالم العربي والأسيويين كلهم مكتضين في رقعة واحدة رقعة تمينا وقع كسر في أحدى البراجات تع الماء هناك في المملكة العربية السعودية وأغلقوا البراج غيرتما يتم إصلاحه فانقطع الماء عن الناس في يوم مينا يوم التروية لم يكن هناك ماء الناس يبحثون عن جرعة ماء لا يكادون يجدونها طبعا وقت الوضوء نتيمم الغسل ما في غسل ما في استحمام كل همنا هو شربة ماء وكنا نبحث عن قطرات ماء لا نكاد نجدها واستمر تقريبا طيلة اليوم حتى المساء عاد تم إطلاق أنابيب المياه بعض الناس استنكروا وأراد بعضهم أن يقيم وقف احتجاجي لسوء التدبير لما وقع سألني أحدهم قال لما رأيك فيما وقع قلت له أنا لا أرى سوء تدبير وإنما أراد هذا امتحان أراد الله عز وجل أن يمتحن نحن في مشهد من مشاهد دنيا شبيه بمشهد من مشاهد يوم القيامة لأن يوم القيامة سيكون مثل هذا المشهد الناس يبعثون في أرض خلاء ويكونون مكتضين حفاتا عراتا غرلا غير مختنين احنا ما زال نستروين بالإحرام لبس الإحرام أما هناك فالجفاف المطلق والناس حفاتا عرات والعرق يتصبب من الجبين ومن من يغمره العرق إلى أخمص قدميه منهم من يصل إليه العرق إلى ركبته منهم من يصل إليه العرق إلى صدره منهم من يملأه الغرق حتى قال الشاعر افرح فسوف تألف الأحزان إذا شاهدت الحشر والميزان وسال من جبينك المسيح كأنه جداول تسيح يعني العرق الشديد والعياد بالله إلى أن يأتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقف على الحوض وهناك سوف يسقي أمته أمة لا إله إلا الله يسقيهم من حوض الكوتر ربنا أعطاه حوض كل من صلى عليه يستحق أن يشرب من ماء الحوض حوض النبي الكريم ومن شرب منه جرعة ماء لا يضمأ بعدها أبدا فنحن الآن في الدنيا هناك فئات من الناس يعيشون جفافا وندرة في المياء وكل من طلب منك المساعدة للماء اعطيه لا تبخل يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي يا سبحان الله ربنا يقول دوما في هذا الحديث القدسي لو وجدتني عنده ما معناها العلماء قالوا هو قد يكون بالمعية وبالعندية عندي لوجدتني عنده العندية وجدتني معه المعية منهم من قال بجسده بعض المتصوفة قالوا بجسده سبحانه أنه سبحانه وتعالى يقع في كل مكان لكن أهل العلم قالوا هذا التصور يوقعنا في الحلول هو الذي وقع فيه النصارى حلول اللهوت في النسوت لكن المقصود هو أن أن تجد الله تعالى معك بعلمه وكرمه ولطفه كقول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فالله تعالى موجود في كل مكان ومع الناس كلهم كيف ذلك هل يعقل أن يكون الله تعالى معي هنا وهناك في تلك القارة وتلك القارة ومع هؤلاء هؤلاء أي نعم لأنه مقام الألوهية هذا حضور يليق بكماله وصفاته فهو سبحانه ليس كمثله شيء لهذا قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل ما معنى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول فالله تعالى له سمع وبصر وللإنسان سمع وبصر فهل سمع الله وبصره كسمع الإنسان وبصره حاشا تعالى الله عندلك علوا كبير الله تعالى يضيف هذا الأمر إلى نفسه للترغيب وللحت على العمل كقوله تعالى من دا الذي يقرض الله قرضا حسنا هل الله تعالى بحاجة لكي نقرضه نسلفه هل الله تعالى محتاج للقرض إنه طبعا ليس بحاجة لكن هذا من باب الترغيب والتشويق والحتى للإنفاق وعلى هذا يحمل قول الله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه وهو كثير في القرآن الكريم منهم من حمله على الحقيقة ومنهم من حمله على المجاز وليس هذا هو أمرنا وهو المقصود من الحديث وهو المصارع في الخيرات وهو أن نسارع جميعا في فعل الخير وواجب على كل مسلم أن يعود المريض وأن يطعم الجائع ويفك العاني قام قال صلى الله عليه وسلم في رمواه الإمام البخاري ومسلم عودوا المريض وأطعموا الجائعة وفكوا العاني فما أعظمها من أعمال طيبة جليلة لما يقوم بها المسلم اتجاه إخوته المستضعفين الناس ينظرون فقط إلى العمل الصالح لكن الذي ينبغي أن لن نغفل عنه هو أن حضرة رب العالمين نكون فيها يكون العبد صاحب المبادرة للخير هو في حضرة رب العزة يشهد عمله الجليل ويثيبه عليه بالتواب والجزيل فهذا الحديث النبوي الشريف يحمل في طياته قيم التواصل والتراحم والتعاطف والتوادد والتكافل بين العباد علينا أن نسرع للقيام بالواجب نجبر كسر خاطر المظلوم ونعين المريض ونكفكف عبرة المحزون ليس مهما أن تكون العبادة كثيرة ليس دائما الناس يضلون التقرب إلى الله بأعمال كثيرة فيها مشقة ليس دائما قد يكون قليل دائم خير من كثير منقطع درهم واحد سبق مئة ألف درهم شربة ماء على ضمأ تقدمها إلى كلب عتشان يغفر بها الله تعالى لبغي إمطة غسط شوك عن الطريق حتى لا يتأدى بها الناس الله تعالى يشكر ذلك الرجل الذي قام بهذا العمل وشكر صانعه هذا أن تكف أداك عن الناس هذا به صدقة فكل خيرات تسجل في موازين الحسنات يوم القيمة أيها الأحباب الكرام نحن ما زلنا نعيش في زمن الكورونا نعيش زمانا تتوالى فيه حاجة الناس المرضى والفقراء والمحتاجين وصرخات الثكالة وعلينا أن نتعاون فيما بيننا ونمد إخواننا بالعطاء وكلما أعطينا أي شيء فإنما نعطيه لأنفسنا وكلما انزرناه من المرضى فإنما نجد الله عنده المقصود من هذا الحديث أيها الأحباب الكرام أن نفقها بأن الدنيا هي ثانية والآخرة باقية الدنيا هي دار عمل والآخرة هي دار حساب وجزاء إذا مات العبد سيتمنى يومها لو رده الله تعالى إلى الدنيا فيطعم جائعا ولو بتمرة ولو بشطرها ويسقي عطشانا ولو شربة ماء أو نصف الشربة سيتمنى لو أنه استسقاه ولو بقطرات وكل هذا لا ينقص من أجر الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب الخير وأبواب الفضل وأبواب الكرم ويكفي أننا حينما نزور المريض نجد الله عنده والله معه وبذلك ربنا سبحانه وتعالى سوف يكلأنا برحمته وعفوه ويأمر سبعون ألف ملك يأمرهم بأن يصلي علينا فهل عندك رغب أيها العبد المؤمن أن تزور مريضا أو محتاجا تقدم له مساعدة وهناك ستجد الله عنده الصالحون وأولياء الله كانوا يقولوا نحن لا ننتظر يوم القيامة والبعث والنشور حتى نجد الله ونلقى الله ونكلم الله الله هنا معنا الآن في الحياة الدنيا في كل أمل صالح في إطعام جائع أو إسقاء عتشان أو زيارة مريض أو تقديم مساعدة نجد الله هناك ومن رأى الله هناك سوف يتجلى له بأوصافه وكماله ونوره فقولوا جميعا لا إله إلا الله السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة